شوفوا يا جماعة معايا الموقع ده لأن الموقع ده مهم جدا جدا الموقع ده اسمه Research Rabbit موقع مجاني تماما واحترافي جدا الموقع ده يا جماعة بيعطيكم الأبحاث المرتبطة ببعضها البعض في موضوع تخصصك أنت بمعنى إن حضرتك فقط تضع الكلمة المفتحية للبحث المراد البحث عنه وإن شاء الله هتجد مبتغاك وهتجد يعني ملايين الأبحاث وملايين الأوراق العلمية وملايين يعني أوراق العمل اللي في هذا الموقع العملاء وقبل ما أبدأ فيه تفاصيل هذا الموقع وكيف يمكن استخدامه خلينا أقول لحضرتكم أولا أهلا بكم في قناة إنفولجيا التعليمية أنا محمد حامد تابعوني طيب دلوقتي نبدأ على بركة الله جماعة مبدئيا كده سوف أترك لحضرتكم الرابط المباشر لهذا الموقع فيه صندوق وصف هذا الفيديو ثانيا يا جماعة لازم نقوم بعملية تسجيل الدخول على هذا الموقع لو عندك إيميل سابق على الموقع ده تقدر تسجيل دخول من هنا لو ما فيش عندك إيميل سابق ممكن أنك تسجل للمرة الأولى من كلمة وطبعا تسجيل المرة الأولى سهل جدا بيطلب مننا الاسم الأول والاسم الأخير والإيميل والباسورد والأشياء اللي كلنا عارفينها أنا بالفعل قمت بتسجيل الدخول على هذا الموقع من قبل فهستعمل هذا الأمر وهو لوجن أنقر عليه لما بضغط عليها يا جماعة الموقع تلقائي بياخد الإيميل بتاعي وبياخد الباسورد اللي أنا مسجل به أضغط على كلمة لوجن من هنا فبيبدأ يفتح معي الموقع ومن هنا يا جماعة نبدأ نركز تركيز كبير جدا لأن الموقع ده كنز حلمي موجود على شبكة الإنترنت أول خطوة هنبدأ نعمله مع بعض إن إحنا هنيجي ننكر على كلمة نيو كولاكشن طب كولاكشن يعني إيه؟ الكولاكشن ده يا جماعة يعني شبيه تماما بالفولدر أو المجلد اللي أنت بتعمله على سطح المكتب وبتحفظ فيه أشياء يعني فايلات بقى مختلفة فيديوز، باوربوينتز، فايلز، داكيمينتز وهكذا تمام تبدأ بقى إنشئ لك هنا فولدر اللي إحنا هنسميه مجازا على هذا الموقع كولاكشن أنا أسمي الفولدر الأول مثلا إديوكيشن وليكن أن أنا حابب أجيب أوراق علمية لها علاقة بالتعليم أضغط على كلمة انتر كده أنشأت الفولدر الأول خلينا أعمل كمان فولدر وأسميه مثلا ديابيتز كده يا جماعة ديابيتز طيب 2 طبعا اللي هو السكري من النوع الثاني عفنا الله وإياكم جميعا أضغط على مفتاح انتر يبقى أنا كده يا جماعة أنشأت إيه أنشأت فولدر أول وفولدر تاني بتروح بقى على الفولدر اللي إنت عملته أو الكولاكشن اللي إنت حابب تجيب له أوراق علمية شبيهة بعنوانه يعني هنا الفولدر ده اسمه السكري من النوع الثاني طيب حابب أجيب أوراق علمية لها علاقة بهذا الموضوع ومعتمدة وموثقة ومنشورة علميا في كثير من المجلات العلمية أحدد الفولدر اللي أنا هشتغل عليه كده تمام أضغط عليه بعدين أروح على كلمة اسمه add papers أنقر عليه بقى بيفتح معي بقى نافذة البحث العلمي الاحترافية جدا المخصصة تقريبا لهذا الموقع فقط ممكن تبحث بالتايتل اللي هو عنوان الموضوع أو بحاجة بنسميها دي او اي او بحاجة تانية بنسميها البي ام اي دي او حتى بي الكي ووردس اللي هي الكلمات المفتاحية ويه اللي مش يعرف يعنيه الدي او اي اللي هو جماعة digital object identifier اللي هو الرقم التعريفي ليه يعني المجلة العلمية أو البحث العلمي ويه اللي مش يعرف يعنيه بي ام اي دي اللي هو pop mid identifier أيضا وطبعا الطلاب العلميين او الباحثين العلميين او اصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه ويه طبعا يعني او حتى طلاب الدراسات العليا يعرفوا انا اقصد ايه بي دي او اي والبي ام اي دي او حتى الكي ووردس اللي هي الكلمات المفتاحية طيب انا خليني مثلا اقول ان انا حابب اجيب اوراق علمية لا علاقة بالديابيتيس تمام واضغط على مفتاح enter مثلا ممكن ازود هنا طيب تو اللي هو النوع الايه النوع الثاني عفونا الله واياكم جميعا يا رب يبدأ بها الموقع ده احترافي جدا يا جماعة اجيب لأوراق علمية باتنشرة امتة اسم المجلة اللي نشرته السنة الاسم المجلة حاجات كتير جدا يا جماعة ما عليك فقط ان انت تتصفح الوركة العلمية دي لو عجبتك ضفها للكولكشن فاكرين الكولكشن اللي احنا عملناه اللي هو سمناه ضايبيتيس تو تمام اللي احنا واقفين عليه اللي هو ده الوركة دي عجبتني ضفتها اروح على الوركة دي بقى ايضا عجبتني ممكن اعمل لها قدت كولكشن اضفها ليه الفولدر او الكولكشن اللي احنا عملناه وهكذا يا جماعة تبدأ بقى يعني تتفقد وتنطقي الاوراق العلمية اللي انت حابب تضفها عندك للمجلة طيب الفكرة هي ايه بقى في الموقع ده الفكرة ان لو في ورقة علمية عجبتك وانت حابب تجيب لها بدائل مشابهة تماما تقدر تستعمل الموقع الرائع جدا لانه موقع مجاني تماما يا جماعة بيجيب لك الابحاث المرتبطة ببعضها البعض في موضوع تخصصك انت بمعنى ايضا انك لو متخصص مثلا في الديابيتس تايب تو اللي هو السكري من النوع التاني فتقدر تجيب اي ورقة علمية او اي مقالة علمية وتبدأ تشوف هل لها بدائل مجانية ولا لا هل لها ابحاث اخرى مرتبطة بنفس الطايتل بنفس العنوان ده ولا لا اعتقد كده يا جماعة انتوا فهمتوني طيب خلينا اقول مثلا ان انا حابب اشتغل على الورقة العلمية دي انقر عليها شوف يا جماعة similar work similar work يعني الاوراق العلمية المشابهة تماما بالورقة العلمية دي والاجمل من كده كمان ان الورقة العلمية دي بملف الPDF يعني ممكن افتحها عندي على جهاز الكمبيوتر واقوم بحفظ هذه الورقة العلمية من مربع الحفظ اللي موجود اصلا فيه متصفح الPDF اللي بيجي فيه متصفح المايكروسوفت اجي من هنا اقدر احفص عندي على جهاز الكمبيوتر وهكذا يا جماعة ممتاز جدا جدا طيب شوفوا بقى معايا الحاجة اللي من خلالها الموقع ده مشهور جدا ان انا باجي اضغط على كلمة similar work ممكن ايضا تبحث بيه حاجة بنسمى citations او references طبعا حضراتكم عارفين الناس العلميين عارفين يعنيه citations وعارفين يعنيه references خلينا ناخد similar work انقر عليه لما بضغط على similar work يا جماعة بيجيب دي انا شفت الشبكة دي شايفيني الشبكة دي جماعة عاجئة يعني kinz اول حاجة يا جماعة في طبعا الاوراق العلمية اللي ظهرت ان انت بيجي لك مجموعة من الاوراق العلمية باللون الازرق زي دي كده تمام خلينا اعمل zoom in كده وفي بعض الاوراق العلمية اللي بتيجي باللون الاخضر زي دي مثلا كده شايفين دي يا جماعة دي باللون الاخضر وديت باللون الاي باللون الازرق طب ايه الفرق خلينا اقول لكم ايه الفرق شوفوا معايا انا عندي هنا كم واحدة باللون الاخضر عندي ثلاثة هنا واحد اتنين عندي ثلاثة يبقى اللي بيظهر لك باللون الاخضر بيكون مرتبط باوراق البحث اللي انت ضفتها لان انا ضفت هنا واحد اتنين ثلاثة يبقوا التلات اوراق دول ظهروا لي من ضمن النتائج هنا اللي باللون الازرق بيكون اوراق علمية لها علاقة بموضوع السكاني من النوع التاني ولكن مرتبطة بكولكشن اخر او بفولدر اخر تم انشاؤه من قبل طبعا مستخدمين اخرين تقدر بكل بساطة انك تقف على اي ورقة علمية كده خلانا نعمل زومن كده تقف على اي ورقة علمية وتنقر عليها تبدأ تفتح معك الورقة العلمية وتجيب لك بقى كل شيء عن الورقة العلمية اذا كان متوفر pdf ولا لا تاريخ النشر المجلة العلمية اللي نشرتها وهكذا يا جماعة وتبدأ بكل بساطة تشوف يعني الاوراق العلمية المختلفة من هنا ده متوفر ملف pdf وتشوف طبعا تم نشره في سنة 2010 واسم المجلة العلمية اللي نشرته ايه والاشياء دي كلها وتبدأ بها تتصفح هذا الموقع العملاء موقع رائع جدا 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 جماعة مهم جدا للباحثين العلميين وكذا جماعة اكون وصلت الى نهاية هذا الفيديو اتمنى من الله عز وجل ان انا اكون قد سهمت في نشر معلومة هادفة نافعة اؤجر عليها دنيا واخرة وهذا والله يا جماعة ما اتمناه بكل حب وتقدير واحترام اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته